اهلا بكم الى موجز اخبار الان تجددت الاشتباكات بين المعارضة السورية وقوات النظام في محور تل صدى وتل ضبع ومنطقة تل شعاب بريف السويداء الشرقي وقصفت قوات النظام مناطق في بلدة عندان بريف حلب الشمالي مما ادى لاضرار مادية في حين درت اشتباكات بين قوات النظام وفصائل المعارضة في محور تل مصيبين والملاح بريف حلب الشمالي اكد المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية ان القوات العسكرية اتمت استعداداتها لتحرير قضاء تل عفر من تنظيم داعش منوها الى ان موعد انطلاق العمليات العسكرية يبقى سريا لتحقيق عنصر المباغة وقال العميد محمد الخضري ان القوات العراقية بمختلف قطاعاتها ستشارك في العمليات العسكرية لافتا الى ان القادة الميدانيين هم من سيحددون شكل هذه المشاركة كان طيران التحالف العربي غارات قطعت طريق صنعاء الحديدة غرب اليمن في ضربة قاسية للانقلابيين الحوثيين وسبق ان قطع طيران التحالف خط الحديدة صنعاء بغارات استهدفت جسورا في منطقة مناخة وهي اخر مدريات محافظة صنعاء باتجاه محافظة الحديدة التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية قتل اثنان من قادة طالبان في اشتباكات مع الشرطة الافغانية شمال الشرقي البلاد وقال مسؤولون محليون في ولاية جوزغان ان احد قادة طالبان وهو الملة احمد شاه قتل في منطقة فيضباد بعد ان شارك بهجوم شنهم مسلحون على حاجز للقوات الحكومية اقتحم اكثر من مائة وثمانين مهاجرا افريقيا المعبر الحدودي بين الاراضي المغربية ومدينة سبتا الاسبانية وقالت السلطات الاسبانية ان حرس الحدود كانوا عاجزين عن منع هؤلاء من الدخول الى المدينة ويذكر ان مدينتي سبتا وامليليا هما المعبران البريان الوحيدان لذن يربطان الاراضي المغربية باراضي الاتحاد الاوروبي ادت فيضانات وسيول نجمت عن امطار غزيرة في فييتنام الى سقوط 26 قتيلا وفقدان 15 اخرين في الجبال شمال البلاد بحسب ما اعلنت السلطات وتقول خدمة الطوارئ الفيتنامية ان الفيضانات تسببت بتخريب وجرف مئات البيوت اضافة لتخريب الطرقات واطلاف المحاصيل في الحقول تنظم منطقة بيك ديستريكت الجبلية في بريطانيا منذ 29 عاما سباقا عالميا للدجاج وفق مهائر وقواعد محددة وتشارك نحو 30 الى 40 دجاجة سنوية في هذا السباق لاختيار اسرع دجاجة في العالم وسباق العام الحالي فازت به دجاجة لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات وذلك بعدما قطعت مسافة السباق في خمس ثواني الى اللقاء